أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الرسمي عن تأجيل الجولة السادسة والعشرين من عمر البطولة بصفة رسمية والتي كانت مبرمجة هذا الثلاثاء الثالث عشر جوان إلى غاية الفاتح من جويليا بسبب تواجد خمسة لعبين أدوليين من اتحاد العاصمة واضطرت الرابطة إلى تأجيل الجولة كاملة كما برمجت المواجهتين المتأخرتين للاتحاد أمام مولودية الجزائر يوم الجمعة الثالث والعشرين جوان وضد شبيبة الصورة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذات الشهر على أن تستأنف البطولة يوم الفاتح حجوان وتختتم يوم الخامس عشر من ذات الشهر بإجراء الجولة الثلاثين والآخر